بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أختي الأحبة لموجودين معنا بالكنيسة المباركة والذين تروننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صرنا يومين نقرأ حول هذا الإنجيل هذا الإنجيل الذي يحكي فيه يسوع المسيح عن السامري الذي يسمى إنجيل السامري الصالح إذا نحاول أن نفند ما بين السطور بهذا الإنجيل هذا نرى أنه مبارح يعني ببداية النص قبل النص اللي قرينا اليوم بيقلنا الكتاب المقدس إذا عالموا بالطورات قام يجربوا يسوع فإذا هذا الزلمي ليس جاي لعند يسوع لأنه بدوا يسأله هذا جاي لعند يسوع لأنه بدوا يوقعوا بدوا يحاول أنه يأخذ منه كلمة حتى يقدروا يدينوا فيها فيما بعد ونرى أن الشي ذاته الفريسيين لما جابوا المرة الزانية ورميوها قدام يسوع المسيح ما كان الغاية من وضع هالامرأة الزانية قدام يسوع المسيح أنه يأخذوا رأيه ليسوع إنما الغاية كانت أنه يجربوا أنه يوقعوا أنه يأخذوا كلمة ليس مضبوطة من يسوع المسيح سأحاول اليوم أنا ويجيكم نعمل هذه المقارنة بين بين هذه الإنجيلين حتى لا نكون نردد حالنا كل يوم نكون نقول لشي ذاته فإذا من أن الفريسيين ومن أن الصدقيين ومن أن عالمي التوراة الفريسيين هن جماعة كانوا بيعرفوا كثير منيح بالكتاب المقدس كانوا بيقروا الكتاب المقدس وكانوا هن المرجعية وعالمي التوراة هن عالمين هن بيقولوا علماء يفهموا بالتوراة يعني لما واحد يأتي لعند في عنده مشكلة بالإنجيل بيروح عن شخص ديري سلاهوت بيروح لعند الأبونا بيروح عن شخص يفهم بالكتاب المقدس ويقول له ساعدنا فإذا نهوضي الأشخاص بيعرفوا كثير منيح بالكتاب المقدس وإذا بيعرفوا كثير منيح بالكتاب المقدس لازم يكونوا عارفين أنه هذا هو المسيح لأنه بالكتاب المقدس بالعهد القديم بيقول له ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه عم نويل يلي معناته الله معنا لأنه بالكتاب المقدس بالعهد القديم بيقول له قال الرب لرب اجلس عن يميني لأجعل أعداءك موطئا لقدميك لأنه بالكتاب المقدس بالعهد القديم بيعرفوا كثير منيح بمزبور اثنين وعشرين لما بيقول ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي اقترعوا فإذا بيعرفوا كثير منيح أنه جاي مخلص وهالمخلص هيدا شافوا إنما رفضوا إنهم يقبلوا في ليش النظرة أو التعليم أو الفكرة هي فكرة سياسية مثل ما نحن اليوم واحد بيكون حزب سياسي بيجي واحد ثاني بيحاول إنه يلغي فإذا خافوا على حالهم وحاولوا وإنهم يلغوا ليسوع المسيح بها البساطة بس هني مش عارفين بلع عارفين كثير منيح وعارفين كثير منيح إنه هو المخلص وعارفين كثير منيح إنه هو ابن الله لأنه هني عالمين بالتوراة والكتاب المقدس تبعهم بالعهد القديم بيدلهم إنه كل شيء كتب عنه تم فيه له الشخص هذا إنما هني خافوا على حالهم وخافوا على مركزهم مشين هيكي أرادوا إنه يتخلصوا من يسوع المسيح ومش عارفين إنه بتخلصوا من يسوع المسيح هني عم بتمموا التوراة هني عم بتمموا الكتاب المقدس ما كانوا عارفين هذا الشيء فإذا نهوضي الأشخاص شيئين لعد يسوع المسيح بدوني وقعوا من السامريين من بعد السبيل بابل انقصموا يعني المملكين قصمت إلى المملكة إلى المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية والسامريين هني أشخاص أنقصوا وسكنوا بالمملكة الشمالية هني من السامرة والسامرة هي بمنطقة الشمال فمن بعد الرجوع من السبيل إلى بابل في نسبة ناس كثير بيسموهن أمميين أمميين يعني عابدي الأوثان أشخاص لا يؤمنوا بالله الواحد إجوا وسكنوا بمنطقة الشمال ولما إجوا وسكنوا بمنطقة الشمال هالأشخاص هوادي صار في اختلاط دموي تزاوج بينهم وبين السامريين وهالاختلاط بينهم وبين السامريين أدى إلى شرخ بين اليهود وبين السامرة أدى إلى شرخ بيناتهم والخلاف الكبير أين تتم عبادة الله بالنسبة لليهود عبادة الله ما بتتم إلا بقورة شليم أما بالنسبة للسامريين عبادة الله بتكون بجبل تاني اسمه جبل جرازيم بشين هيكي من شوف أنه لما يسوع بيتلقى معها للمرة السامرية أول شيء بتنقز هي وبتقول له أنه أنت يهودي وعم تحكي معي أنا سامرية وبعدين بتسأله عبادة الله وين بدا تكون قلنا رح يجي وقت وعبادة الله بتكون بكل مكان فإذا هالخلاف يلي كان موجود بيناتهم إجا يسوع ونزل لألهم قالوا أنتم الأولين أنتم اللي بتفتكروا حالكم أهم من غيركم شوفوا من هو القريب القريب هو الشخص يلي أنتم مفتكرين وغريب لأن الله ولا مرة بحاسب الانسان إلا على قلبه مشين هيجي بإلى يا ابونية عطيني قلبك ولا مرة بقول أنت شو لونك ولا مرة بقيل أنت شو دينك ولا مرة بيقل له أنت ان jotkaم معك مصاري ولا مرة بيقل له أنت لأي حزب تنتمه بقل له display أعطيني قلبك أعطيني قلبك وهذا هو الأساس يعني هذا الإنسان السامري الذي ينظركم أنه هو إنسان خاطئ ينظركم أنه يعيش الأمميين ينظركم أنه لا يستحق أنه يكون هو من أبناء إبراهيم أنا أقول لكم هذا أفضل منكم وهذه المرة الثانية التي إنتوا جيتوا بدكم ترجموها وكل واحد منكم حامل حجر ومحمس حاله وكي مين يضربها أول حجر على رأسها حتى يقتلها هذه المرة أشرف منكم وهذه المرة أفضل منكم ليس لهذا قال لهم من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر الفرق أنه هذه المرة انكشفت أما أنتم ليس مكشفين أما الله يعرف ما في الكلاوة في القلوب الله يعرف بداخلنا وبيعرف بداخل كل واحد مشان هايك يسوع قال لهم من منكم بلا خطيئة فليرجمها لأنه يسوع كان يعرف كل واحد منهم شو عم يفكر وكان يسوع عارف تماما أنه الشر اللي موجود بقلبه كانوا عم يشوفوه بها الإنسان هايدي وكانوا عم يكبوا شر يلي مدفون بقلبه مشان هايكي أخوتي الأحبة يسوع المسيح هوني فضل الإنسان السامرة على الكاهن وفضل الإنسان السامرة على اللاوي اليهوديين يلي مرأوا من حد الإنسان يلي هو محتاج وما تطلعوا فيه وفضل الإمرأة الزانية على الفريسيين وعلى الأشخاص يلي كانوا ملونين مثل الحربية وبس هني هم من الوحيد أن يتطلعوا والآخرين ويحكموا على الآخرين ولا مرة عم يحطهم رأيه بحياتهم ويتطلعوا بحالهم يشوفوا إذا كان هناك عندهم أغلاط في حياتهم. بدون كل الناس يكونوا شبه لأيلون. بدون كل الناس يقولوا لهم أمرا أمرك أمرك سيدنا أمرا وطاعة سيدنا. وكل إنسان مغير عنهم بدون يلغو من أيام يسوع لأيام نهاية. بعد موجودة الشغلة هي زيتها. بعد موجودة الشغلة هي زيتها حتى إنهي أنا وإياكم بخبركم خبرية بخبروا عن هون ملك مجوز هو ومرته وصار لهم زمان ما في عندهم أولاد فبتحبل المرأة ومن بعد ما بتحبل المرأة بتولد ولد أمير إنما هالأمير يخلق بدون دينين. أمير يخلق بدون دينين كيف مش مزبوط. بيقوم الملك يعطي أمر بالمملكة كل سوا أنه قطش دينين كل الناس يلي موجودين بالمملكة إنه أمير يخلق بدون دينين وأنا عندي دينين أبدا فبصيروا بها المملكة هذه كل الناس بدون دينين من من الملك للملكة للأمير وكلهم بدون دينين سأبت أنه جاء طيارة وبها الطيارة هذه توقع بمحل ويخلص منا شخص عالم عالم كثير كبير. يأتي هذا العالم العالم من بعد ما يعني زمط من من الطيارة وما مات بفوت على هاله المملكة وبيتطلع بشوف أنه كل الناس بدون دينين. وهو الوحيد يلي في عنده دينين فبصيروا عيتولوا لها العالم أبو دينين. بيروح لعند الملك وبيعرض عليه للملك أنه هو يضبط بالمملكة اللي موجودة عنده قال له. في شرط واحد حتى أقبل وأعطيك مصاري وأنت تقدر أنك تغير بالمملكة كل سوا أنت أبو دينين يعني أنت بدنا نشلك دينين. وهي الشخص هذا حتى يقدر أن يفوت على المملكة اضطر أن يقطع دينين مثل ومثل بقية الناس. وهذا الشيء اللي عم بيصير اليوم بمجتمعنا. أي شخص مغير عني بدي يسميه أبو دينين. أي شخص تفكير وغير تفكيري معناته أبو دينين أي شخص ما بيشبهني لا بالسياسي ولا بالدين ولا بالمعتقد ولا بالتفكير معناته هذا شخص أبو دينين. يعني أنا لازم كل الأشخاص يلي بدون يكونوا مثلي بدون يكونوا مثل ما أنا بدي أو من أهلي أو من أختي أو من أصحابي أو من أملاد عائلتي. يسوع المسيح اليوم هون هم يدعينا للتنوع مع يسوع بيقول لك ما بقى في عبد وما بقى في حر وما بقى في رجل وما بقى في أمرأة. كليتنا صرنا مخلصين ما فينا نحن نغير الكون كله سوا شوفوا هالشباب ما ألزهم كلهم لابسين نفس الانيفورم بس ما حدا منهم بيشبه التاني. وما فيناش نحن نجي نغير الناس كله سوا وكل الناس تصير تشبهني. ما فيش أنا ابني مجتمع على زوء إذا أنت ما بتشبهني يعني أنت أنت كافر أنت مدري شو ما في دنيا ما بتعيني. الدنيا بدا تعيش بالتنوع والدنيا بدا تعيش بالحب والدنيا بدا تعيش لما أنا بيقبلك وأنت بتقبلني مثل ما أنت لأنه أنت غنى بالنسبة لإلي وأنا غنى بالنسبة لإلك. وهي كم يكون نحن عم نمشي على طريق الرب يلو المجد للأبد. نؤمنوا بإله واحد. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر